فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبابنا إخواننا أخواتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد مع الحلقة الأخيرة من برنامج فتاوى رمضانية الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نتناول الآن ما بقي من أسئلتكم والسفساراتكم مما يتصل بفقه الصيام وفقه رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الأسئلة وإجاباتها إنه سميع مجيب سؤال يقول من هم المستحقون لصدقة الفطر وهل تدفع للأقارب الأصول أو الفروع أو غيرهم أخواننا المستحق لصدقة الفطر هم المساكين والفقراء الحديث قال طعمة للمساكين ويرى بعض الفقهاء أن كلمة المساكين أو الفقراء أي منهم من فردت دلت على الصنفين لكن عندما تجي تامعان يرادوا بكل منهما صنف مخصوص كما جاء في آية مصارف الزكاة لكن هنا لما قال للمساكين قالوا المقصود المسكين أو الفقير كل هؤلاء مستحق لصدقة الفطر وهل تدفع للأقارب؟ يعني هنا بدنا نفرق جمهور الفقهاء يرون أن هذه الصدقة مثلها مثل الزكاة وبالتالي لا يجوز صرفها للأقارب وبالذات في عمود النسب يعني لا للأصول ولا للفروع حتى لو كانوا فقراء وإنما يعني إن كانوا فقراء فهو مكلف الإنفاق عليهم من باب النفق الواجبة فنقول صدقة الفطر تعطى للفقراء والمساكين ولكن لا تعطى لا للأصول ولا للفروع يمكن أن تعطى للحواشي يعني للإخوة والأخوات الفقراء للأعمام والعمات الفقراء والفقيرات للأخوال والخالات الفقراء والفقيرات هؤلاء يمكن يطاعهم من صدقة الفطر لكن أنا أحب أن ننبه هنا على قضية بعض الناس قد يدفع صدقة الفطر لبعض أقاربه وتظهر وكأنها عيدية لا ينبغي إخواننا بل أرى حتى ولا يقول لهم هذه هدية إما أن يصرح أو يسكت أما أن يصرح أقول هذه صدقة الفطر أو يرسلها بواسطة طرف ثالث وهذا ربما أطيب للنفوس أو إذا أعطاها مباشرة يسكت لا يقول لا عيدية ولا هدية ولا يقول شيء لأنه لا يشترط في الزكاة أن تقول لمن أعطيته أنه هذه زكاة أو زكاة فطر والله أعنا سؤال يقول النازحون الآن في الخيام داخل سوريا أو خارجها هل يجب عليهم دفع الزكاة أم لا إخواننا ليست العبرة أين يعيش الإنسان هل يعيش في خيمة أو يعيش في قصر العبرة هل تحقق الشرط بالنسبة لزكاة المال الشرط هو ملك النصاب الخالي عن الدين الفائض عن الحوائج الأصلية أو الفاضل عن الحوائج الأصلية إذا حال عليه الحول يعني تحققت الشروط من ملك نصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة بالنسبة لصدقة الفطر من تحقق فيه الشرط عند جمهور الفقهاء وهو أن يكون مالكا لصدقة الفطر فاضلة عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلة العيد فمن ملكه فقد وجبت عليه ولو كان يعيش في مخيم أو في خيمة أو حتى لو كان يعيش في العراء والله أعلم نسأل الله تعالى أن يفرج كرب هؤلاء وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين سؤال يقول هل يجب دفع الزكاة عن المعتقلين أو المعتقلات في سجون النظام من قبل أصولهم أو فروعهم يعني إن كانوا طبعا غالبا الكلام عن كبار يعني تجاوزوا سن البلوغ هو إحنا قلنا رب الأسرة يخرج عن أولاده الصغار أجاز بعض الفقهاء أن يخرج عن أولاده الكبار يعني إن كان هؤلاء ممن يغلب على الظن أنهم لا زالوا على قيد الحياة وأحبى ولي الأمر أو رب الأسرة أن يخرج عنهم لا حرج في ذلك يجوز ويصح لكن إن لم يخرج باعتبارهم كبار هو ليس ملزما عنهم وخصوصا على قول بعض أهلهم لكن أنا أقول من أحب من يخرج يجزئه ذلك ويصح عنهم ونسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج عن هؤلاء جميعا سؤال يقول المفقودون المنقطعة أخبارهم كما في سوريا الآن والذين لم يرد خبر عن حياتهم أو موتهم هل يجب دفع الزكاة عنهم يعني ربما السؤال قريب من الذي قبله اللي قبل أن تكلم عن المعتقلين يبدو ممن علم حياتهم أخواننا نفس الشيء المفقود ما لم يأتي خبر يقيني أو ما لم تأتي قراء قوية تدل على وفاته فالأصل أنه حي يرزق وتجري عليه أحكام الحياة فإن كان له مال وهذا المال تجب فيه الزكاة نخرج الزكاة إن لم يكن له مال فليس عليه زكاة لكن يبقى السؤال ربما عن صدقة الفطر وطالما أنه تجاوز سن البلوم فولي أمره أو والده أليس ملزما أن يخرج عنه لكن لو أخرج عنه تصحه وتجزئ إن شاء الله تعالى سؤال يقول هل يجوز دفع قيمة زكاة الفطر سيما في سوريا فالكثير من الناس بيأمس الحاجة للأموال لدفع قيمة ما يعرف من الأمبيرات اللي يتكاليف للكهرباء وغيرها من الأساسيات أو الضروريات يعني كأني أفهم أن السؤال الابتداء هو عن دفع القيمة بغض النظر ما هي حاجة الناس يعني لعلنا ذكرنا هذا في الحلقة السابقة بشيء من الإسهاب والإفاضة لكن نقول باختصار لا مانع من إخراج زكاة الفطر بالقيمة وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ويميل إليه كثير من الفقهاء المعاصرين نظرا لحاجة الناس وتقديرا للمصلحة إذن باختصار لا مانع من إخراج القيمة في زكاة الفطر يعني بدل ما ندفع النقد بدل ما ندفع المادة العينية نخرجها نقدا وللأسف الآن الليرة السورية تتهاوى قيمتها أنا ما أستطيع أن أحدد قيمة لعل بعض دوائر الإفتاء يعني تحدد هذه القيمة والمجلس الإسلامي السوري في السنة الماضي يحدد هذه القيمة ولعله يحددها في هذه السنة في وقت مناسب إن شاء الله سؤال يقول ألا يجوز للمغتربين السوريين وغيرهم دفع زكاة الفطر في سوريا التي تعد بعض مناطقها بأمس الحاجة إلى هذه الزكاة يعني السؤال باختصار هل يجوز إرسال صدقة الفطر ممن يعيشون في خارج سوريا إلى سوريا نعم يجوز إخواننا وهذه من الحالات التي ذكرها الفقهاء ننقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كان أهل ذلك البلد أشد حاجة وبعض الفقهاء ذكر صورة أخرى إذا كان يرسلها لأقاربه أيضا هذا يجوز لا حرج في ذلك ونقل أن معاذ بن جبل كان يجمع الزكاة من أهل اليمن من أغنياء اليمن ويرسلها إلى فقراء المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول لا حرج الآن يعني من أراد من المغتربين السوريين أن يرسل زكاة ماله أو حتى زكاة الفطر يرسلها إلى الناس المحتاجين في سوريا سواء كانوا من أقاربه أو من غير أقاربه لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى السؤال يقول هل يجب على الورثة دفع زكاة الفطر عن الميت الذي مات ولم يؤدي الزكاة أخوانا بدنا نفرق إحنا بين زكاة المال وزكاة الفطر زكاة الفطر يعني تجب على الخلاف بين الفقهاء إما بغروب شمس اليوم الأخير من رمضان أو بطلوع الفجر من يوم العيد وبالتالي من مات قبل ذلك يعني قبل الغروب هذا ليس عليه زكاة فطر باتفاق الفقهاء لكن إن كان المقصود أنه مات ولم يخرج زكاة ماله نعم يجب إخراج زكاة المال من المال أو من التركة قبل توزيعه وهذا رأي جمهور الفقهاء أنه يجب إخراج الزكاة لأنها حق الله تعالى يعني نحسب ما كان عليه من زكاة فنخرجها ثم بعد ذلك نوزع التركة والله عنه سؤال يقول هل يجوز لوالدي الموسر أن يدفع الزكاة عني وعن أولادي وما الحكم لو كان العكس يعني يبدو للسؤال أيضا عن زكاة الفطر أجاز بعض الفقهاء لرب الأسر الكبير يعني أحيانا متلاقي الجد ومعه ابنه وأولاد ابنه وربما أكثر من ابن متزوجون يعيشون عنده فإذا أخرج رب الأسر الكبير عن نفسه وعن ابنائه الكبار البالغين وعن أحفاده يجوز ويجزئ أو تجزئ عنهم العكس أيضا لو أن الابن الكبير له مال فأخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن ابنائه وعن والديه أيضا يجزئ ذلك إن شاء الله تعالى ولا حرج سؤال يقول أو تقول السائلة قمت بتركيب ما يعرف لدى النساء باللولب في شهر رمضان وهو يوضع خلال العذري لتنظيم الحمل إلا أن الدم استمر بعد انقضاء العادة يعني تجاوز مدة العادة فهل أصوم أم لا أول شيء أنا أقول يعني اللولب ما يبغي أن يوضع إلا لحاجة وتستشار في هذه الحاجة الطبيبة المختصة أو للمباعدة بين الأحمال لمن كانت تتعب يعني أو يشق عليها الحمل القريب أو المتقارب المهم هذا موضوع ثاني لا أن نفترض أنه هي وضعت اللولب لحاجة بعد نصيحة الطبيبة الموثوقة المختصة يبدو أن اللولب فعلا يؤدي إلى الطراف في الدورة ويؤدي إلى إطالة أمد الدورة وقد تتغير العادة فعلا فنقول أختي متوقع زيادة الأيام عن العادة المعتادة فلو كانت عادتها ستة قد تصل إلى ثمانية أو تسعة طبعا ما لم تتجاوز أكثر الحيض أكثر الحيض عندها بحنيفة عشرة عند الشافية خمستاش فنقول إذا تجاوز أكثر الحيض يمكن أن ترجع إلى عادتها لكن إذا امتد وبقي دون مدة أكثر الحيض فنعتبر أن العادة مستمرة يبقى الإشكال قائما أنه لا تدري فعلا هل ستتغير العادة أم ستبقى الإشكال قائم لكن إذا كان الدم متصل ولم ترى أن هذا الدم اختلف عن دم الحيض يعني لم يتميز بعادة بلون برائحة بكذا فيمكن أن نقول تعتبر أن الدورة مستمرة فإذا وجدت أن الدم تجاوز أكثر الحيض يعني تجاوز عشر أيام سنرجع إلى العادة السابقة وبالتالي نطالبها بقضاء هذين اليومين أو الثلاثة التي زادت عن العادة أما إذا رأت أن العادة استمرت وانتهت أو انقضت قبل أكثر الحيض يعني قبل تمام عشرة أيام فهذا يعني أن كل هذه الأيام هي من عادتها الجديدة وبالتالي لا يصح الصيام فيها وبالتالي تقضي هذه الأيام بعد رمضان والله أعلم سؤال يقول هل يجوز الجمعيات الخيرية التي تعمل في سوريا أو خارجها أن تقوم بجمع زكاة الفطري وتتولى توزيعها هي للمستحقين لا حرج في هذا أخواننا بمعنى أنه لا يشترط أن تقدم زكاة الفطر بنفسك إلى الفقير وأنا أضيف أخواننا أنه ثبت أن الصحابة التي يرضى عنهم كانوا يرسلون الزكاة إلى الذي تجمع عنده ففكرة الجمع موجودة من أيام الصحابة ونقلها عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرسلها قبل العيد بيوم أو يومين وأجازة المالكية والحنابلة إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة أجازة الشافعية والحنافية إخراجها من أول الشهر أنا لا أقول نخرجها من أول الشهر لكن أقول يعني إن كان فعلا هناك جمعيات موثوقة تجمع صدقة الفطر فينبغي أن نتعاون مع هذه الجمعيات في وقت مبكر يعني قبل العيد بأيام حتى تتمكن هذه الجمعيات من إيصال هذه الصدقة وهذه المساعدة الطارئة حتى تتمكن من إيصالها للمستحقين في وقت مناسب قبل العيد والله أعلم سؤال يقول هل تعطى الزكاة لشخص واحد أم أن بالإمكان تقسيمها لأكثر من شخص وهل من حرج لو دفع المزكي أكثر من المستحق أو أكثر من المستحق عليه طبعا لا مانع يعني الذي يزيد فذلك زيادته خير وفضل لا حرج في الزيادة أما أنه يعطيها لواحد أو أكثر حسب كمية الزكاة يعني إذا كانت الكمية قليلة فلولا أن تصرف لشخص واحد أو لعائلة واحدة يعني حتى يكون في شيء محرز ينتفع به أما لو كان السؤال عن زكاة المال وإنسان عنده زكاة مال كبيرة فلا حرج في توزيعها لأكثر من جهة لأكثر من عائلة يعني يعم هذا الخير أو تعم هذه الزكاة على أكثر من عائلة لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى سؤال يقول هل من أفضلية للمجاهد عن غيره في مسألة من تدفع له الزكاة والله أخوانا لا شك إنه المجاهد قد يكون أولى من غيره يعني الأصل إنه إحنا نفتش عن الفقير التقي قال ولا أكل مالك أو لا أكل طعامك إلا تقي يعني لا شك أنا إذا عندي فقير تقي صالح والفقير عاصي أن الفقير التقي الذي يطيع الله سبحانه وتعالى أولى من ذلك الفقير الفاسق ربما الفقير يستغل ما تعطيه من الزكاة في معصية في شراء الدخان مثلا أنا لا أجيز إعطاء الزكاة لمن يصرفها لشراء الدخان أو لمعصية الله تعالى الآن هذا المجاهد في خير طاعة فإذا كان هذا المجاهد فقيرا فهو أولى وللعلم الجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة لكن إن كان المقصود يعني تكاليف الجهاد من آليات وأدوات وخصوصا أن الآن هذه تكلف أشياء كثيرة هذه ينبغي أن تغطى من أموال الدول الإسلامية فنهتم نحن في أموال الزكاة بسج حاجة الفقراء من المجاهدين والمرابطين لا شك إن هذا أولى من غيره بأن تصرف له الزكاة والله أعلم آخر سؤال وصلني يقول السؤال اشتهرت فتوى مؤخرا تفيد بأن شرب الدخان ليس من المفطرات لكونه من عموم البلوى ولأنه مجرد دخان كدخان السيارات الذي نستنشقه في الطرقات والله أخوان هذه الفتوى غريبة لكنها أيضا ساقطة متساقطة لا تقوم على ساق يعني أول شيء أخوان قضية عموم البلوى طيب عم البلوى بشرب الخمر ولا ياذب الله عم البلوى بكثير من المنكرات والمعاصي هل نقول إنها لم تعد معصية هذا الكلام غير صحي قضية القياس على دخان السيارات لا هذا قياس مع الفارق الفقهاء ذكروا من زمان يعني ذكروا حالات مما يصعب الاحتراز عنها الغبار يثور في الطرقات يعني حتى قالوا لو دخلت ذبابة في حلقه من غير قصد منه المهم أخواننا دخان السيارات أو الغبار في الطرقات هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه فلا يقاس عليه أما الدخان الذي يتناوله المدخن هذا أول شيء بفعله وقصده وإرادته ثانيا هذا فيه شهوة ولاحظوا أن الصيام هو صيام ابتناع عن الشهوة أيضا أمر آخر هذا الدخان نفسه بتحليل المختصين الآن يتكون أو يشتمل على مواد ويعددوا لك هذه المواد ونسبة المادة الموجودة يعني النيكوتين والقطران وغيرها من السموم ولا يا ذو الله هي السامة أصلا لا يجوز تناولها حتى في غير رمضان فما بالك في رمضان وإضافة إلى أنه معظم الفقهاء المعاصرين انتهوا إلى تحريم الدخان على كل أخواننا الدخان تناول الدخان في نهار رمضان يعتبر مفطرا ويأثم من يفعل ذلك ويعتبر مرتكبا لكبيرا من الكبار لأنه انتهك حرمة الصوم وحرمة الشهر وأنا أذكر بأن الفقهاء القدامى ذكروا من المسائل التي يمكن أن نقيس عليها الدخان قالوا استنشاق البخور بشكل مباشر يفسد الصيام وهذه مثلها فإذا انضاف إلى ذلك قالوا هذا الدخان هو أصلا محرم في غير رمضان فينبغي أن تزداد حرمته أو أن تتأكد حرمته في رمضان وخصوصا في نهار رمضان والله أعلم نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه وأن يهدينا سواء السبيل نسأل الله تعالى أن يفرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يصلح حالها وأن يوحد كلمتها وأن يرفع فيها راية الجهاد لتحرير مصر نبيه صلى الله عليه وسلم ولرد كيد المعتدين أخيرا إخوانا وقد أكرمنا الله وإياكم بإتمام هذا البرنامج نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفع بما قلنا ونسأل تعالى أن يبارك لنا ولكم مقدم العيد عيد الفطر وأن يجعله عيد فرج وعز ونصر للاسلام والمسلمين إنه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أبل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر